السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتونه كتير كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين صلو على النبي جماعة صلو على النبي يكسر صرط النقل اللهم صلو وسلم وبرك عليك يا عبيبي يا رسول الله بصوا فيديو النهاردة فيه جميل يعني فيديو جميل جدا فيه حكاية مأساوية جدا يعني بصوا حكاية النهاردة هو مش طالب اي حاجة ولا طيب ولا طالب نصيحة ولا طالب ولا طالب محل مشكلة ولا الراجل طالب اي حاجة هو طالب بس دعوة تدعوله دعوة انه هو يقدر يعني تعالوا نشوف عشان ما نحرقش الحكاية تعالوا نحكي الحكاية مع بعض نشوفها بتقول ايه وتدعول الراجل الطيب ده دعوة حلوة من قلبك ماشي تعالوا بس النهاردة تعالوا قولك وانا بعمل ايه انا النهاردة بصراحة رحت اجيب فراخ لقيت الكيلو بداخل على 100 جنيه بصراحة يعني فراخة اتنين كيلو نص يدوب هتكفينا احنا ستة يدوب هتقضينا رحت بقى ايه داخلة في امتين امتين وسبعين ولا امتين وتمانين جنيه يعني بخضرها بثلتمين جنيه بصراحة انا معايش اجيب فرخة بخضرها بثلتمين جنيه والله ما معاي رحنا جبنا ايه في كده في فراخ بتبقى اللي هي بتبقى مستوية نص تسوي يا دي اللي هزاي كنتاكي اللي بتجي بها وتقليها على طول يعني قمنا رحنا جبنا كده فرخة يا بتبقى في الكيس كده محتوطة في كيس بتقليها يا دوب بتبقى نص غلق نص قلية كده وانت بتكمليها عندك في بيتك تكملي تسويتها رنها جبت واحدة انا جبتها بمية ومية وستين جنيه ولا مية وسبعين جنيه يعني فرق كبير عن التلتمية وشوية يعني ماشي انا جبت فرخة اهو جبنا الفرخة دي وكان عندي من قبلها بيوم عندي رز بايت وعندي فصول يا بايت امتي مسخناها وحطاها جنبها وعملنا شوية طحينا زي ما انتم شايفين كده هم والحمد لله بكال يعني انا الحمد لله انا من النوع اللي انا اي حاجة بمشي بها الدنيا والحمد لله رب العالمين يعني بس تعالوا زي بنقول الحكاية عشان الوقت ما يعني ما قطرش عليكم او ما طولش عليكم تعالوا شوف الراجل ده هي حول الله بعد بيقول ايه بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بس حابة افطفض معاكم بكلمتين انا اولا مرة 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 في حياتي انا اول مرة في حياتي يكون يكون داخل علي رمضان واكون مش فرحان بحاول اقول الله بالله وخايف كده اني مقدرش اوفر لاولادي الفطار والسحور وحاجات رمضان اللي متعودين عليها لاني فقط عملي من 8 شهور بسبب تصفية الشركة اللي كنت بشتغل فيها وانا وانا عندي 52 سنة ومريد وكنت عايش كويس وبعلم اولادي وكل حاجة تمام بس فجأة الحال انقلب 180 درجة اني اصبحت ابيع مستلزمات من بيتي بحجة انها قديمة وملهاش لازمة بالرغم اني كنت بتحصر عليها وانا ببيعها بس علشان اقدر اوفر مصاريف واكل وشرب اصبوع في البيت حتى وماشي حتى وماشي بالزق بس حقيقي بعد غلاء الاطعار اللي احنا فيه ما عرفش هكلمهم هكلمهم كلامهم حصل لي وحصل معايا محتاج وقت الراجل نحن لم نكمل الحكاية نحن ببيع مستلزمات بيتي بحجة انها قديمة وملهاش لازمة ورغم اني كنت بتحصر عليها وانا ببيعها بس علشان اقدر اوفر مصاريف اكل وشرب لمدة اسبوع في البيت حتى ومشي بالزق بس حقيقي بعد غلاء الاسعار اللي احنا فيها ما عرفش هكلمهم ازاي والله لو فضلت اكتب عن اللي حصل لي وحصل معايا محتاج وقت كتير المشكلة كمان اني ناس زي زي كتير من زميلي اللي معايا في الشغل بس الاول كانت الدخل كويس والاسعار معقولة لكن دلوقتي كل تفكيري ازاي همشي البيت بكرة والله انا مش بكتب كده علشان علشان استعطف الناس او حد يعتف علي بشيء لا والله انا محتاج تدعولي انا واللي زي كده اللي عايشين في حيرة وهم وحزن ليل ونهار ربنا يفرجها علينا يفرج علينا يفرج علينا همومنا ويفرجها على الكل في الايام المفترجة دي يا رب تقبل دعائي بيقول الراجل طبعا الراجل في حالة من البكاء وحالة من الانهيار هو بيقول لي وحالته صعبة جدا وحالته انا مش عارفة اقول ايه هو الراجل لا طالب مننا ان احنا نعتف عليه ولا طالب مننا مساعدة ان احنا نبعت له اي مساعدة ولا طالب مننا حاجة الراجل بس من خنقته من تقبه من دقة ومن حرته يعني بيحكي لنا عشان ندعي له دعوة بيقول لك دعوة الغريب مستجابة ومتمني ان احنا نجعله دعوة لعل وعسى ربنا يستجيب من حد فينا ويهونها عليه ويفرج همه ويكرم ويرزقه برزقه اولاده اه بجد انا 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 مش عارفة اقول لك ايه بصراحة يعني اه الظروف في الظروف الصعبة مش انت بس اللي في الظروف دي والله العظيم اكمل الناس بس الناس يعني ربنا يعلم بالناس وربنا يعلم ان يعني ان الحطان مدارية ناس حالتها ازاي ربنا اعلم ان احنا يعني اه ماشيين حياتنا ازاي انا عايز اقول لك مش انت لوحدك والله العظيم اللي الدنيا صعبة عليك ولا الظروف صعبة عليك ولا الحياة صعبة وغلية عليك بس احنا يعني الحمد لله بناقول الحمد الله على كل حال ورديين يعني من نفسي انا برده بقليله وبرده بقل حاجة وبحمد ربنا عليها وبقول الحمد لله انت كزلك احمد ربنا فربنا هيكرمك ان شاء الله وربنا هييعوض عليك وربنا هيعوض عليك شغلك اللي راح منك وربنا هيرزقك مش هيحوجك لحد كو ان شاء الله هتلاقي اللي يقضيك ويقضي ولادك وما تقلقش رمضان ده بيدخل بالخير والبركة كل حاجة في رمضان حتى كان من كان من كميتها أو من حجمها قليلة ربنا بيحط فيها البركة ويطرح فيها البركة يعني فانت سيبها على الله وربنا الكريم ان شاء الله ما بينساش حد وربنا عنده كتير ربنا عنده كتير ربنا ما بيخلقش حد وينساه لا طبعا حشل الله ربنا فاكر كل حاجة حتى النملة في الارض ربنا فاكرها وبيديها رزقها يعني اما اكم بقى اما يكون بنا قدمين ومحتاجين وانت يعني بتشكي اه انك الشكوى لغير الله ما زالك انت ما تشكيش همك الا ربنا اي نعم انت بتحكينا انت بتفتفض معانا مش عاوز مقابل ومش عاوز مساعدة انت بس كل اللي انت بتقوله انا محتاج دعوة منكو اه لعل وعصى ربنا يفرجها علي لعل وعصى ربنا يكرمني اه بسبب الدعوة اللي انت تدعوهالي فانا بقولك يا رب بحق الايام المفترجة دي اه ربنا يكرمك ويرزقك ويعودك شغلك ويكرمك في اولادك ويكرمك بحد ابن حلال يساعدك ويعني وبركة الايام المفترجة دي اه ربنا يدخل عليك خير شهر شهر رمضان المبارك اه شهر رمضان البركة بتكون موجودة في كل بيت والله العظيم بتبقى موجودة في كل بيتنا بركة رمضان وبركة الشهر الكريم فما تقلقش يعني الله كريم وربنا معنا كلنا وربنا يعيننا كلنا ويعين اه اللي الظروفهم صعبة زينا اه والحد هنا الفيديو بتاعي خلص يارب الفيديو بتاعي يكون اعجابكم و وندعي للرجل الطيب ده دعوة ربنا يقبلها بس اهم حاجة بالله عليكم ما تنسوش الاشتراك في القناة واتفعلوا كرس وعلى كلمة الكل واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد مع الف سلامة